السلام عليكم في هذا الفيديو سأوضح طريقتين بمحركة Cycle برنامج بلندر تقدر تقلد الدي نويز من خلالهم بنسبة 50% سأقل لك في نهاية الفيديو ما أفضل طريقة أنا أستخدمها لإزالة النويز من الصورة شباب دعونا نستخدم هذه الطريقتين نأتي للطريقة الأولى سأستخدم هذا النموذج للشرح أنا أستخدم الأصدار 3.5 حسنا هذا الشرح طبعا الرندر الصورة محركة Cycle تحول على Cycle تحول على CPU تحول على GPU يجب أن تكون الرندرت الصورة على كارت الشاشة تمام لدينا أول طريقة الدي نويز تجي هنا تفعله وتختار أخر خيار تنطيها تجي هنا أنت مجهز وضعك الكاميرا والإضاءة بالشكل هذا تروع على الأخراج بالشكل وتنطي الرندر منه أوكي خلي أنا نلغيها منه قبل أن تنطي عمليات الرندر تجي هنا تنزل هاي الأربعة تالاب تسويها خمسين أو مية يعني ما يحتاج أنه تسويها أربعة تالاب وتنتظر وقت أطول وهي نشط دقة تقريبا ماكو أي فرق سويها خمسين أنا أريد أن تكون عمليات الرندر أسرع تنطي الرندر خلينا نشوف النتيجة النهاية تمام حسنا بعد ما كملت عمليات الرندر هاي النتيجة النهاية هاي الطريقة الأولى استغلقت معدنا تسعة وأربعين ثانية نجي للطريقة الثانية اللي هو أنا أستخدمها نجي نشيل هذا الخيار اللي فعلنا مساعة وتروع على إعدادات التركيب اللي هي تفعلها منها تضغط عليها تنطيها تطلع عندك الصورة اللي رندرتها هاي الطريقة أنا أستخدمها تضغط شفتي تطلع عندك هذه الاختيارات تروع على فلتر تنزل على دي نويز هاي العقدة تطلع عندك تجي تخليها بالوسط راح تقلل لك نويز تقريبا بنسبة خمسين بالمئة بس هناك خيارات إذا تلاحظ إنه النورمال والالبيدو موجودة بأقدة الصورة شون نفعله تروع على إعدادات التركيب اللي هي هاي تفعل هذا الخيار دي نويز داتا هتلاحظ بس مجرد تفعله راح تطلع عندك خيارات إضافية تجي تفعلها منها تخليه نورمال على النورمال و دي نويز البيدو على الالبيدو حسنا ترجع منها وتسوي عملية رندر مرة ثانية هاي الطريقة الصحيحة اللي تقدر توخر يعني الطريقة الثانية أنا أنصح بها توخر تقريبا تسعة وتسعين بالمئة من التشويش اللي بالصورة وأريد أحجبت ملاحظة إنه كل ما المشروع مالتك أو النموذج مالتك يكون دقة مالتك عالية البرتكس البي عدد نقاط هواي كل ما تكون عملية الرندر بطيئة كل ما تكون من خبطة الدقة كل ما تكون عملية الرندر أسرع خلينا نشوفوا النتيجة النهائية تمام هاي النتيجة النهائية للطريقة الثانية هذا أن الطريقتين تقدر أنه توخر الدي نويز للصورة مالتك أو المشروع مالتك إذا عندك أي سؤال أو استفسان أسألني أنا أجاوب عليه هذا الطريقتين اللي أنا أستخدمه وأستخدم أكثر شيء الطريقة الثانية لا تنسى أن تنطل لايك للمقطع واشترك بالقناة وإذا عندك أي سؤال يسألني مرة ثانية أنا أجاوب عليه موسيقى